تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه برقية تعزية وموسى من الفريق أول روكن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في استشهاد عدد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أعرب سموه في البرقية عن أحر التحازي وصادق الموسى لجلالة الملك المعظم في هذا المصاب الجلال باستشهاد ضابط وضابط صاف وإصابة عدد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الذين سطروا ملاحم البذل والفداء في التلاحم مع أشقائهم تلبية للواجب المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل دعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى الله عز وجل بشفاء العاجل على الجرحى والمصابين ترجمة نانسي قنقر